طوني انت جربت كل شي زي ما قلت مسيرتك فوضى منظمة بس اي عباءة عالمية تحب تلبسها يعني انت قدمت حتى الديني وين تلقى نفسك اكتر تحب النقاش الديني تحب النقاش الديني ليش لانه مستفز او لا لاني ابحث دائما على الحقيقة طيب خليلنا سألك سؤال اخير يعني هالمشوار الطويل والتاريخ لو بيكون عندك خيار تشيل منه جزء بكبسة زر عالميا عالميا شنو تشيل منه رح تتفاجع راو بتشيل حتى تداعياتها رح تتفاجع بلغي من حياتي اجمل واقوى واكتر برنامج ساهم بشغرتي يعني هيدا اللي عمل طوني خليفي ووصل طوني خليفي الى العالم العربي والى النجومية العالية هيدا بلغي من حياتي شن اسم البرنامج من يجرؤ فقط لانه بهذا البرنامج حورت بشراسة اطاعت فيها الشعرة التي تفصل بين الجرأة وقلة الادب لانه بوقتها ما كنت شايف الا نجومية ما كنت شايف الا شهرة ما كنت شايف الا نجاح بس ولا مرة كنت عم بقول انه هذا الشخص الادامي عم دمره او عم بأزيه او عم بتسبب له بيعني ما كنت عم فكر انه هيدا خي منه انسان هيدا فيه وراء ولاد فيه وراء زوجي فيه وراء زوج فيه وراء ام فيه وراء بنتي وراء انما اسأل هؤلاء النوع الاسئلة اللي كانت هي سبب نجاحي كان سبب نجاحي على حساب دمارهم احيانا دمارهم احيانا فله السبب انا اليوم اذا بيصر لي الغي من حياتي مرحلة اولهي اكتر مرحلة ساهمت بنجاحي تعتدر طبعا طبعا مش الكل بس ايه في بعض الاحيان باعتصر انا اسهل شي اعتصر انا اسهل انسان يعتصر انا شغلتين عندي يوم كتير مهمين بحياتي وان اللي خلوني اوصل محل ما انا وصلت بعرف اقول ما بعرف هيني انا جيت على البلد هون انا سقفتي فرنسي انجليزيتي على قده كانت اتفجأت انه كل اللي بيتعامل معي هون واللي كانوا عم يتعاملوا معنا بالتأسيس شركات انجليزية بتقول ما بتعرف بديك تعلي تحكي بديك تفهمي اول اجتماع مش اني اعملت حالي بعرف انجليزي وصلت لهم شباب انا بفهم انجليزي وبحكي انجليزي بس مش بيرفكت بس بوعدكم رح يشغل على حالي بنعلق الاخر السنة صير متلي متلكم بالانجليزي بس انا هلا ممكن اضطر حدا يترجم لي او ترجم له لاني ما بعرف طيب ايش لما جينا على الامور التقنية بتأسيس المحطة كنت كتير صريح في امور انا ما بعرف بس لما وصلنا على الامور اللي انا بعرف فيها خلص هون كان الصدام اني ما خلي حدا يتعاطى باللي انا بعرف فيه اما اللي ما بعرف فيه ما بعرف طيب ارجعلي للفكرة شغلة تانية تقول ما بتعرف واش تاني اعتذر عندما اصبت جميل هذه نهاية جميلة احنا حاليا وصلنا لنهاية الحلقة وعادة ختامها مع احكام الناس مش مسك لا للأسف مش هون ليه بغيرها لا احظي حنسمع مع بعض نسخة قاسية من احكام الناس على طوني خليفة ياربا يكون لديك حق الرد في ثلاثين مش اقصى من اللي سمعتن وقريتن لا اعتقد يلز طوني خليفة شخصية ناجسية تحب التفوق دائما بمنطق انا او لا احد لعب الحل دورا كبيرا في حياته تخطط مهارته الاعلامية استخدم مشاكل المشاهير الشخصية في برامجه الفنية لكسب المزيد من الشهرة استطاع ان يتكيف مع كل الطيارات في فترة متخبطة بالمنطقة واختار اقواها لا لمبدأ فل بما يخدم مصلحته الشخصية ثلاثين ثانية طون خلاص كله صح بس اسناء شغلتين صغار شن هم نرجسي فيكن تقولون مع الله عادي صفة يحب النجاح والتفوق دائما اكيد بس مش انا اولا احد لا انا اؤمن انه ديني بتساكل الناس بس ما كون عم بتعرض انا لحرب الغاء يعني غيرك بده يلغيني لهو ينجح لا هونس بسير شارس الشغلة التانية اني استعملت انك قمت بتحالفات مع الاقوى في فترة متخبطة لا لا مصالحك الشخصية هذه حكينا فيها بالحل اقلتلك انه العكس تماما اللي صارت دايما خياراتي كانت مع خلص الوات مع الضعف ايه والباقي ما في شي غلط شكرا توني على حابق صدرك وعلى الحوار الحلم شكرا 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 شكرا